يعني رمضان هاي السنة كان في الثير من الأعمال الفنية والدراما العربية وأيضاً اليوم نتحدث عن رأي المشاهدين ونقد المشاهدين وهناك عراء كثيرة وممكن نكون منها بعض الأعمال الدرامية تطلع كترند لكن اليوم حابين نسمع من ناقد فني في الدراما العربية وتحديداً رحكم معنا الأستاذ علي الكشوطي وهو ناقد بالفن والدراما يسئل مساك أهلاً وصحناً يسئل صباحك ومسائك وكل حكاً أستاذ علي أهلاً بيك اسمح لي كمان يعني أرحب بيك أنا كمان وفي نفس الوقت خليني برضو أقول لأنه أكيد رعد يعني أنا وحضرتك متابعين شاشة الدراما لكن رعد طبعاً أكيد رعد في الأردن فيه كمان الدراما صحيح عمال درامية هي على مائدة الإفطار يعني العربية دايماً وموضوعاتها المختلفة عندنا يمكن كمان في مصر وفرصة نقول للمشاهدي بيت للكل الحقيقة يمكن الشركة المتحدة يعني كانت الحقيقة حريصة على التنوع تنوع في المحتوى تنوع في الموضوعات تنوع في كمان في الإنتاج في إبهار يعني عالي جداً في الصورة السنة دي وعلى تحديداً يمكن مسلسلات ضخمة كانت وجبة دسمة من العمال الدرامي وجودر أعتقد يعني إحنا دخلنا لمرحلة يعني مبهرة من الإنتاج فحسأل أرجع تاني لأستاذ علي يعني هذا العام إيه العنوان الكبير اللي تقدر تقوله على دراما رمضان عشرين أربعة وعشرين كدراما مصرية وكمان موجودة على شاشتنا العربية الأردن بيزيع نعم الدوار العاشر والدوار العاشر منذ رياحنا وإمبراطورية ميم كمان موجود فأكلمنا الحقيقة ويمكن نقدر نقول أكثر من عنوان يعني ممكن نقول التنوع عام التحديات عام الصراء الفني لأن الحقيقة الشركة المتحدة مقدمة في موزة من رمضان عشرين ربعة وعشرين حوالي عشرين مسلسل كل مسلسل بيدل على قد إيه في تنوع كبير جداً على أكثر من مستوى يعني يمكن في السنين اللي فاتنا كنا بنلاقي مثلاً ممكن تنوع على مستوى القصص السنين دي احنا في تنوع على مستوى القصص تنوع على مستوى الأبطال تنوع على مستوى التيمة الدرامية للتقدم تنوع على مستوى المخرجين والفئات العمرية للموصلين حتى المشاركين في الأعمال الدرامية ففي حالة تنوع كبيرة جداً وده مدي ثراء وغنى للأعمال اللي على الشاشة تلاقي في مخرجين جدد عندهم أفكار ممكن كنا نسميها شطحة شوية ولكن قدروا أنهم ينفذوها ويقنعونا بيها وده دليل على أن احنا عندنا مواهب مصرية عندها قادرة أنها تتحدى نفسها وقدر أنها تقنع شركة كبيرة زي شركة المتحدة أنهم يدعموهم انتجياً فبيخرج المستوى العمل مستوى عالمي مش عايزة أقول عالمي يعني كنوع من التقليل من نحن نقدمه ولكن مستوى مبهر يضاهي العالمية يعني ما تحسيش نيطي بفرج على حاجة انتاجها ضعيف أو انتاج محلي صحيح يعني أستاذ علي حتى مسلسل الحشاشين يعني كفكرة ممتازة جداً وبجوز ضرب من الحلقات الأولى والحلقة الأولى لآخر حلقة في هذا العام شو رأيك بهذا المسلسل وهذه الفكرة تحديدة؟ كناقت شوف مسلسل الحشاشين واحد من أمتع المسلسلات وأكتر التحديات اللي كانت بتواجهه الشركة المتحدة لخدمات الإعلامية المسلسل صعب انتاجياً جداً 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 فوق ما نتخيل ويمكن هو العمل أطخم على مستوى الانتاج الفكرة نفسها تحدي كبير أن أنت تقنع شركة إنتاج تقدم سيرة حسن الصباح بكل تفاصيلها ما هواش حاجة سهلة بترميم المخرج قدر أنه هو يقدم المسلسل يعني بقدرة كبيرة جداً من الاحترافية المتابعة للمسلسل هيشوف قد إيه اختيار الممثلين كل واحد في مكانه بالضبط ما تحسيش أنه كان ممكن يبقى فيه ممثل تاني موجود في الدور ده الدكورات عبقرية مهندس أحمد سايز عامل باني دكورات لأصفهان وقلعة ألموت يعني دكورات عظيمة جداً أتمنى أن احنا نستثمرها بعد كده ما تتهدش يعني طيب السؤال علي في هذا العام أيضاً من العمال الدرامية شاهدنا بعض الفنانين اختفوا هذا العام وبعض الفنانين أيضاً عادوا إلى الساحة الفنية والدراما العربية تحديداً هذا الشيء اليوم ما هو بعين الناقد بموضوع الدراما؟ هل هناك رسائل ممكن تكون؟ هل هناك ممكن يكون في أشخاص أو فنانين جدد على الساحة الفنية والدرامية؟ شوف إحنا إن كان ده يحسب للشركة المتحدة الحقيقة لأنهما السنادي يختارون أن يبقى عدد المسلسلات اللي هي 15 حلقة أكبر بكتير من الدورات اللي فاتت أو معوسم اللي فاتت ده بيفتح مجال أكبر لأنه أنت تستقطب ممثلين كتير لأنه أنت كل مسلسل على حدة ليه فريقه للممثل بتاعه والمؤلف بتاعه وكسط العمل فبالتالي بيبقى فيه تناوى أكتر وتقدر تختار ممثل لكل عمل حسب الأدوار اللي متقدمة يعني هتلاقي مثلا فيه عودة لياحي الفخراني طبعا في عتبات البهجة هتلاقي معا عودة غياب محمد رمضان هذا الهدف غياب محمد رمضان نشوى مصطفى مثلا أنت إمبراطورية ميم نشوى مصطفى إمبراطورية ميم يعني هتلاقي أستاذ مثلا مجد أبو عميرة موجود السنة دي في عتبات البهجة كمخرج فوجود التنوع ده أو وجود عدد الأعمال الكبير ده قدى فرصة كبيرة إنه هو يبقى فيه ممثلين أكتر يبقى فيه مواهب أكتر بتقدم يبقى فيه مخرجين جدد بيتمي الاعتماد عليهم والحقيقة إنه ده هو اللي قدى ثراء كبير للعملاء الفنية طيب زي ما رعد قال يعني مثلا محمد رمضان قد من عام الماضي مسلسل يعني شعبي وكان ناجح وعمل جماهرية كبيرة لكن بنشوف كمانا المتحدة راعت السنة دي إنه يكون فيه عدد من الأعمال اللي فيها أيضا الأموح الشعبية فعندنا أكتر من عمل أنت كنت بتشوفهم إزاي والله يشوفي إحنا كمصريين عندنا ارتباط وطيط بالدرامة الشعبية الدرامة الشعبية قريبة للقلب وقريبة للجمهور بشكل كبير وحتى الوطن العربي كله بحابة بيشوف درامتنا الشعبية ويشوف شكل الحارة والأحياء البسيطة بتاعت مصر والشخصيات أو النمازج اللي بتقدم فيها السنة دي إحنا عندنا مجموعة متنوعة كبيرة جدا من الأعمال الشعبية المعلم عندنا بيت الرفاعي وحق عرب عندنا مجموعة كبيرة يعني الجمهور يقدر يلاقي فيها نفسه أو يلاقي فيها حاجة بتعبر عنه والأعمال الشعبية دايما لها جماهرية كبيرة جدا يعني مثلا أحمد العوضي محق نجاح كبير السنة دي مصطفى شعبان بالمعلم يعني دايما بتلاقي حتى محارب الفنان حسن ربداد ده بتحسيه من أول أسبوع في رمضان بتلاقي الفيسبوك بيتكلم بلغة المسلسلات دي بتلاقي فيه يوفط محلات بتعلقها على أسماء المسلسلات حتى على مواصلات العامة تلاقي فيه جمل حوارية ده بيأكد قد إيه فيه التواصل كبير ما بين الجمهور وما بين الدراما الشعبية لأن هي في أغلب الأحيان بتعبر عن مشاكلهم وتعبر عن حياتهم طيب أستاذ علي يعني بهذا العام والدراما لرمضان عشرين أربع وعشرين برأيك اليوم المشاهدين اتجهوا إلى الدراما الشعبية أو الدراما اللي نتحدث اليوم عن التاريخية أو الشبابية أيضا أي نوع من هذه الوعي؟ والله يعني ما أقدرش أقولك أنه هو الجمهور حابب حاجة عن حاجة لأن إحنا مية وعشرة مليون غير الوطن العرض صحيح فهتلاقي نفسك بتتفاجئ أن فيه مسلسلات ممكن تكون ما هيش على مزاجك الشخصي أو أنت من الأعمال المفضلة لك لكن هتلاقي جمهور كبير بتتكلم عنها يعني مثلا عتابات البهجة ممكن فئة العمرية الشبابية ما تبقاش محبزة أو أنها تفرج على المسلسل ولكن هتلاقي ربات البيوت والأسر كبار السني بيتفرجوا وحتى فيه منهم أطفال صغيرة لأنه برضو دكتور ياحي فخراني ليه جمهور من الأطفال كبير هتلاقي مثلا مسار كبير رغم أنه هو تجربة شبابية جدا وأحمد داش وعصام عمر النجوم يعني يقدروا عليهم في مرحلة التزاجة لكن هتلاقي فيه جمهور كبار في السنة بيتفرجوا وحابين الموضوع لأن التوليفة نفسها جاذبة لأكتر من فئة عمرية يعني الأعتقن ده متراعة جدا سواء في الإنتاج أو في الإخراج يعني يبقى فيه ممثلين مثلا زي باسمة وصابرين موجودين في مسلسل مسار إجباري فهيقدر يجذب شريحة عمرية أكبر من شريحة الشباب مسار إجباري هيتلاقي أحمد داش فيه وعصام عمر بيجذب الشباب بشكل كبير فهتلاقي فيه فئات عمرية مختلفة بتتفرج على نفس المسلسل وفئات عمرية تانية بتفضل أعمال تكون درامتها هادية لأن احنا الدرامة الشعبية فيها خضوهات كتير وخلافات وخنايات وتفاصيل وموضوعات عشان ممكن ده ما بقاش على هوا مثلا الفئة العمرية الأكبر سنة بتحب الدرامة الريئة بتاع الزمان زي مثلا عتابات البهجة أو غيرها من الأعمال فهتلاقي التنوع ده هو اللي بيدي فرصة للأسرة كلها يبقى عندها تفضلات كتير طيب أنا عايزة أسألك يا رعد برضو الناقض عينه غير عينها وغير عين المتلقين مختلفة تماما أو المشاهد يعني ممكن والسوشيال ميديا بقت كلها نقاد يعني الناس العادية طول النهار بيقدموا نقض أنا عايزة أسألك بعينك الفنية إيه الحاجات اللي أنت عينك شافتها السنة دي مختلفة يعني ممكن منكنش إحنا شفناها أو المشاهد العادي ما شافهاش ولكن إنت كناقد رمضان 20-24 والحقيقة رمضان في مصر بيبقى عامل زي المهرجان الكبير يعني للدراما إيه الحاجات اللي عينك التقطتها شوفي هو الجمهور هتلاقي واخد باله من حاجات اللي أنا هقولها ولكن هو مش مركز ده دور مين أو مين اللي بيعملها لكن هتلاقي مثلا مستمتع جدا بشكل الصورة والدكورات في الحشاشين مستمتع جدا بالمزيكة اللي في الحشاشين أو في غيرها من المسيخة التصويرية تحت الأعمال يعني هتلاقي تنوع كبير جدا على مستوى مديرين التصوير على مستوى المؤلفين على مستوى الإخراج فيه تنوع كبير جدا وصراء كبير على الشاشة من ناحية الصورة والإضاءة والدكورات يمكن أحمد فايز المهندس الدكور في الحشاشين وفي جودر يعني عامل مرحلة متقدمة جدا 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 من الدكورات المتميزة سواء في بناء منطقة أصفهان أو لقلعة ألموت أو حتى في مستوى الجودر الأصر اللي في الجزيرة أو الدكورات الشهريار أصر الشهريار مستوى متقدم جدا عن المستوى اللي احنا نعرفه هتلاقي تنوع وتميز في القصص مثلا في مصار جباري لا فيه حقيقة تنوع كبير وزواهر اللي فتل النظر جدا أن فيه مخرجين شباب تتفرج على العمل ما تحسيش أنه هو مخرج شاب أبدا صح تحس عنده خبرة وتجربة أنا حس أن احنا معزبين رعد لأنه عمل كتير أنت بقى بعد رمضان أنا حقول لك على مسلسلات طه تتفرج على اليوم رحتك أنا بسؤال شابك اليوم بنشوف أنه الناقد بنتقد هذا المسلسل بنتبه على أشياء احنا مش بجزء ما بنكون شايفينها أو كمشاهدين طبيعيين لكن أكيد يوجد معايير معينة أنت كناقد ممكن تعتمدها في انتقاد هذا العمل اللي ترامي صحيح يعني النقاط دايما بيبصوا على جودة العمل وظروف انتاجه لأن احنا مثلا أحيانا كتير فيه أعمال بتظلم لأن هي تم انتاجها في ظروف معينة جمهور طبعا ما بقاش مقدر ده أو ما بقاش شايف ده وبينتقد وبيصلخ الأبطال لكن احنا بنشوف الموضوع بشكل مختلف كل المسلسلات هتلاقي فيها مميزات وأكيد طبعا هتلاقي فيه هنات بسيطة ولكن طول ما الهنات دي ما هيش مأسرة على المود العام أو الجو العام للمسلسل والمشاهد مستمتع خلاص لأن هي بتحصل لأن في الآخر ده عمل بشري إنساني فوارد ان يبقى فيه أخطاء ووارد ان يبقى فيه حاجات بسيطة ولكن أهم حاجة يبقى المود العام ما حصلوش خلالي طيب خلينا نروح وبردو يعني وإحنا بنكلم بنكلمك أستاذ علي يعني الدراما في مصر قرروا راعد تالي من العام الماضي فكرة إنه يبقى 15 حلقة طبعا الدراما المصرية هي صاحبة الثلاثين حلقة وصاحبة الأجزاء ولكن يعني يمكن التقدم والاختلاف وسرعة الإقاع في السنة دي راعد عندنا أكتر من عمل 15 حلقة وده عمل انتعاش لرمضان صحيح يعني بقى فيه كده ناس بدأت النصف التاني ومنهم منهم وبردو حنبقى نعرف من راعد الأردن كمان نفس الشي عمله 15 فيه 15 حلقة بتكون فيه اللي ما بيحضر أول 15 حلقة من عمل معين بيقدر بينص رمضان إنه يحضر عمل آخر ممكن يتابع بعمل الدراما الأردنية تحديدا وعمل الرد فعل حلوة صحيح وهذا عمل تنوع وعمل نوعا ما نحكي عن ضوق المشاهد صح وفرصة يتو فرصة أعتقد ده اللي خلى المتحدة تفكر إن هي تدي بطولة لاتنين من الشباب زي أحمد داش وعسام عمر والاتنين الحقيقة كانوا على قد المسئولية ودعمهم وجود فننتين كبار طبعا خبرة صابرين كنجمة كبيرة وكمان بسمة فقدروا يعملوا 15 حلقة حقيقي جيدة الصنعة أنت رأيك إيه في فكرة الخمستاشر والتنوع ده شوفي هو من قبل فكرة إن هم يفكروا في موضوع خمستاشر حلقة المتحدة الحقيقة وتحديدا منصة واتشت دايما بيرهنوا على الشباب ويعني في البداية رهنوا ولقوا الرهان كسب فبدأوا يجربوا بعد كده مثلا إحنا شفنا ريفو بعدها تحقيق وبعدين حلقة خاصة وبعدين قبلها كان مسلسل بلتو فلقوا إن هم لما بيدوا سقطهم في مجموعة من الشباب وبدعموهم إنتاجيا وإخراجيا وبكل الإمكانيات بيلقوا جيل جديد بيتولد هي دي مصر فالنجاح الكبير اللي اتحقق على منصة توتشت أو في المسلسلات اللي هي نقدر نوع عليها من مسلسلات شبابية هو ده اللي شجع الشركة المتحدة اللي هي تقدم عمال بإنتاج أكبر وبكاستة أكبر وبقصص أعمق ويمكن لحظات الغضب كان متقدم على منصة توتشت فقط ولكن جمهور حبه وكأن المسلسل بتعرض على أكتر من قناة فضائية